مساء الخير مشاهدين مشاهدين ترانز على شاشة القناة الأولى جمعنا لكم كل الأخبار اللي اهتمتوا بيها على مدار الأسبوع على السوشيل ميديا ودلوقتي هنبتدي زي ما عودناكم دايما بفكر ترانز of the week أبطال مصر يبهرون العالم سارة فرايدلاند تبهر العالم وتحرق الكيان كوارف طبعية تضرب العالم رونالدو يحطم الأرقام القياسية يلا بينا نعرف كل التفاصيل اتصدرت بافة الألعاب البراليمبية المصرية التراند خلال الأيام اللي فاتت وده بعد ما قدروا أن هم يحققوا سبع مداليات خلال بطولة الألعاب الأخيرة واللي طبعا أقيمت في باريس بواقع مدالياتين ذهبيتين واثنين فضياتين وتلاتة برونزية ويمكن كان أكتر اسم اتصدر التراند خلال الأيام اللي فاتت هو اسم نادية فكري وده بعد ما قدرت أنها تحقق برونزية رفا الأثقال في عمر خمسين سنة عشان تصبح أكبر سيدة مصرية وعربية في التاريخ بتفوز بمداليا باراليمبية وهي في العمر ده وطبعا قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بنشر تهناء على صفحته الرسمية على الفيسبوك مشيدا بالروح العالية والأداء القوي اللي ظهر به أبطال مصر اتصدر اسم المخرجة الأمريكية سارا فرايدلاند التراند خلال الأيام اللي فاتت وده بعد ما رفضت استلم جايزة أفضل مخرجة ضمن فعاليات مهرجان البندقية السينمائية وده بسبب تضامنها مع المأساة اللي بيعيشها الشعب الفلسطيني في قطع غزة وقالت سارا بصفة فنانة يهودية أمريكية برفض استلام الجايزة في ظل استمرار الإبادة الجمعية للشعب الفلسطيني لليوم 336 وفي العام 76 على الاحتلال السهيوني للأراضي الفلسطينية وأكدت أنه لازم على كل الفنانين أنهم يستغلوا المنصات الإعلامية عشان يواجهوا إفلات دولة الكيان السهيوني من العقاب على جرائمها في حق الشعب الفلسطيني وقدر الفيديو الخاص بسارا أنه يحقق ملايين المشاهدات في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي انتشر خلال الأيام اللي فاتت أكتر من فيديو مرايب من الفلبين وجنوب الصين وعدد من دول أسيا وده بسبب الإعصار المدمر واللي ضرب البلاد وشفنا أكتر من فيديو بيتصدر الترند وخصوصا الفيديوهات اللي بتصور قوة الإعصار واللي تسببت في اقتلاع الأشجار والفيديوهات التانية اللي بتوضح إزاي الإعصار تسبب في تعطيل حياة تماما في المدن اللي ضربها وده اللي خلال المدن دي تتحول لمدن أشباح تقريبا موسيقى وكان من الفيديوهات اللي انتشرت جدا برضو الأيام اللي فاتت فيديوهات من تركيا وتحديدا من مدينة كهرمان مرعش واللي بتصور اللحظة الأولى للزلازل اللي ضربت تركيا خلال الأيام اللي فاتت واللي وصل قوتها لخمسة ريختر وطبعا ده اللي أصاب المواطنين بحالة من الزعر خصوصا أنهم لسه ما نسيوش أثار الزلزال المدمر اللي ضرب تركيا السنة اللي فاتت اتصدر اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو الترند خلال الأيام اللي فاتت وده بعد ما أصبح أول لعب في التاريخ يوصل للهدف رقم 900 وده بعد ما نجح أنه هو يسجل هدف في مرمى كرواتيا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية وبكده يكون رونالدو سجل 131 هدف مع البرتغال و769 هدف مع كل الأندية اللي لعب فيها وبما أن رونالدو لسه مكمل في الملعب فكل هدف جديد هيحرزه وحيكون رقم قياس جديد بتسجل باسمه وبكده نكون خلصنا فقر الترانز of the week خلال الأيام اللي فاتت انتشر فيديو بشكل كبير جدا لصناعة محتوى بتتكلم عن موضوع خطير جدا بقى تقريبا بيمثل شبح مرعب لكل الأسر حالية والموضوع ده هو supplies أو مستلزمات الدراسة اللي بتطلبها المدارس مع بداية كل عام دراسي جديد المشكلة هنا أنه أولياء الأمور على اختلاف ظروفهم وكمان مستوياتهم المادية بيشتكوا بشكل كبير جدا من الطلبات دي وبقوا شايفين أنها طلبات مبالغ فيها جدا لدرجة أننا بقينا نشوف كوميكس كتير على الموضوع ده وبما أن الموضوع فعلا بقى غريب جدا هيكون معنا دلوقتي صنعت المحتوى نوها لويس صاحبة الفيديو اللي قاله بالدنيا عن السابليز بس قبل ما نتكلم مع نوها تعالوا نشوف الفيديو الأول أربع بريات أربع أساتيك أربع علب ألوان خشب ليه ليه يا ديناصور داخل عندي صدمة وكل اللي حوالي مش فاهمين أنا مصدومة لإيه عشان دي مش السابليز بتاعت مدرسة دي بتاعت أولاد أصحابي أنا شخصياً مدرسة ابني بتديله أساساً مقلمة وجواها ألم وأسيكة ومصطرة وبتقول لنا شكراً مش عايزين أي حاجة تاني إيه يا جماعة الهبل ده؟ تعالوا أفرقوا المدارس بتستهبل قد إيه؟ وقلولي هل أنا عندي حق أستغرب لكل المدارس كده؟ كده دي السابليليست بتاعت التفلة لسه في بري كي جي يعني لسه ما حصلتش حتى كي جي وان وبعد ما جيبنا قرار كل حاجة وجيبنا أرخص حاجة من أرخص حتة بقى أحسن جودة ممكنة الحساب خمس تلاف جنيه عشان حاجات معظمها المدرسة هي للمفروض تجيبها بين من كل طفل باكتتين ورق البرينتر طب ورق البرينتر ده المدرسة مش عايزة تكلف نفسها تجيبه وطلبه من كل طفل اتنين باكتتز ده عشان ايه؟ اتبيعه يعني ولا عشان ايه؟ اهو اتفضره اوكي؟ طلبين لمسدسات شمع الخمسة واكس فور جلو جن يعني هم تبترخرهم انه هم الحقيقة جايدين مسدس الشمع ما طلبهوش ملايال عايزين بقى كل عيل هو اللي يجيب الشمع اللي هيستعملو في المسدس الرسم مثلا طلبين كل حاجة ماتسيري الممكن لأطفال يبقوا هستعملوها طلبين من كل طفل أطباق بلاستيك مية طبق عشان بقى يرسموا عليه لوانوا عليه مش عارف ايه طلبين اللزق طلبين الورق طلبين القوتن بولز دي اللي المفروض يلزقوها على البتاعه كل ده اما واخدين مصاريف قد كده اما المدرسة بتدفع ايه؟ يعني انا عايز افهم المدرسة بتدفع ايه؟ ده ناقص يطلبه من كل طفل المساحات اللي هينضافوا بيها المدرسة غير الكميات الرهيبة اللي مطلوبة من الحاجات بقى الطبيعية زي مثلا ستة تيشوبوكس ستة تيشوبوكس من الكلينكس اللي بو خمسمية كلينكسية ده ستة من كل واحد عشان يلموا بقى المدرسة كلها ستة لف علبة كلينكس يبقون في الاشارة لو عايزين اقولكوا كل حاجة في التلت ورقات قولولي بس انا عندي زبحة صدرية حاليا انا مش فاهمة خالص ده عايزي ولا لأ لأ الطفلة لسة حتى ما دخلتش كي جي وان اوما لو دخلت كلية هندسعة تحتاج ايه؟ ومقصات وبلوتاك وكرسات سكتش جليتر سكتش مش جليتر ومن كل حاجة بقى خمسة ستة ايه يا جميل هبل ده؟ والوان مش عارف ايه؟ وكل انواع فرش الالوان ده هبل وفي مدارس كتير جداً ما عندهاش ضمير ولما حاجات بالمنظر ده تطلب بالقعدات ده المفروض الاهلي ما يوفقوش حتى لو هيجيبوا حاجات من كل حاجة على الاقل يجيبوا على القد اللي هم شايفين ان هو منطقي ولو الطفل احتاج اكتر يبقوا يجيبوا زيادة لكن فيه اهضار مال عام فيه بجد اهضار مال عام في الهبل اللي انا شايفه ده انا عايزيكوا دلوقتي بس تقولوا لي هل كل المدارس كده ولا في حاجة غلط هاتوا حاجات منطقية هاتوا اعداد منطقية هاتوا حاجات مناسبة لسن اولادكو وللسنة الدراسية بتاعتهم ولما تلاقوا ان المدارس بتستحبل كده وطالبة منكو حاجات هم اللي المفروض يجيبوهم عشان ده ما تسيري للمفروض المدرسة تقدمه وكل برضو من المصاريف اللي انتوا دفعينها مش من جيبهم يعني ما تقبلوش ما تقبلوش ان حد يستغفلكو بالمناظر ده اهلا بيك يا نوها اهلا بيك يا ريام عامل ايه الحمد لله كله كويس اول حاجة عايزة عرفها احكي لنا عن الفيديو بتاعك وهل كنت متوقع ان هو يطلع الترند ولا لا بصراحة ما كنتش متوقع خلص خصوصا ان هو طويل يعني انا حاولت اخليه فيديو قصير عشان يوصل لناس اكتر بس من كتر الكلام اللي انا عايزة اقوله هو كان طويل ويعني مبسوط قوي انه هو اثر في الناس ولمسهم وحاسيت ان انا كنت صوت لناس يعني مكسوفين يقولوا ده او خايفين ان حد يقولوا عليهم بخلة او مستخسرين في اولادهم فلا ما كنتش متوقع بصراحة فدي ما كانتش تجربة شخصية لا ما كانتش الحمد لله مش تجربة شخصية يعني انا مختارة مدرسة قديمة ومش بتاعت بقى التقاليع بتاعت اليومين دول بس كل اللي حوالي حتى الفولويرز على الانستجرام بيبعتولي ان هما خلاص قربوا يبيعوا كليتهم عشان يجيبوا السبلاي لست وكلهم مش فاهمين ومكسوفين وكل واحدة كل ام خايفة انها بتبخل على عيالها فكله عايز يجيب احسن حاجة واحلى حاجة وللأسف المدارس بتستغل ده فمزودينها بقى على الاخر طيب انتي ايه تفسيرك لظاهرة السبلايز عمتك؟ بس يا ريهم يعني انا مش هارفة لمدارس ليه بتعمل كده بصراحة بس هما مبدئيا بيطلبوا من الاهالي الحاجات اللي المدرسة نفسها المفروض يجيبوها زي مثلا ورق برينتر زي حاجات ادوات تنظيف في المدرسة زي حاجات غريبة كيف هما بيوفروا لنفسهم وفي نفس الوقت بيستغلوا ان كل اب او ام مش هيستخسر في اولاده وبيبقى فيه ساعات بقى تعقدات يعني فيه مدارس بتشترد برندات معينة وانواع حاجات معينة عشان تبقى مصلحة متبادلة ان المدرسة بتحاول تنفع الشركة دي وفي نفس الوقت الشركة دي هتمد المدرسة بالحاجات اللي هما محتاجين فكأنا ما عنديش تفسير بس بس اكيد لازم نقف وقفة كلنا مع بعض ان احنا الاستنزاف ده يقف طب انتي بتقولي الوقفة دي تفتكري الوقفة دي مسلا معناها ان احنا كاهالي ما نستجبش لكل الطلبات حتى لو مبالغ فيها ولا طبعا زي ما انتي برضو قلتي ان كل ام وكل اب دايما بيحس انه انا عايز اعمل احسن حاجة ما كله جاب ما احنا كمان نجيب هنعمل ايه ما احنا لازم يبقى ولادنا زي الباقي تفتكري ايه الحال انا انا نفسي يبقى فيه اشراف يعني اشراف من وزارة الترابيه والتعليم او اي حاجة ان هما بس يرجعوا كل سبلاي لست بتاعة المدارس ان هي ما يبقاش مبالغ فيها مش لازم يبقوا زي بعض ممكن كل مدرسة تختلف عن التانية بس الاعداد مثلا ليه المدرسة تحددلي اعداد ما هما مثلا ممكن يقولولي كل طفل او ابنك لازم يبقى معاه براية ومستيكة ومسترة انا بقى اجيب مية احتياط دي حاجة ترجعلي لكن ما يحددوا ليش اعداد انا انا هبقى متأكدة ان هو دايما معاه الحاجات اللي هو محتاجها بس انتوا ليه بتحددوا لي اعداد كمان احنا المفروض نعلم اولادنا يحافظوا على حاجتهم فلما الطفل من اول يوم يلاقي ان معاه عشر برايات هو ازاي هيحافظ على حاجته فولا المدرسة بتساعدنا على ده ولا المطلوب بيساعد على ده فيه ناس كتيرة جدا على السوشيال ميديا بيقولوا ان هل مستوى المدرسة بيتقاس بحجم الطلبات اللي هما بيتسوبوها بصراحة لا يعني هو معظم المدارس المبالغ فيها بتبقى المدارس فعلا الغالية قوي او الانترناشنال قوي وكده بس فيه مدارس فعلا برضو قيسة جدا وكل حاجة بس ما بتعملش كده خصوصا المدارس القديمة اللي بقى فيها انترناشنال ساكشن مش بيعملوا كده عشان الادارة بتاعتها بتبقى قديمة وكلها ناس كبار وفعلا الاستنزاف ده مش موجود غير في المدارس الجديدة واللي عارفين ان الاهالي للأسف ساعات كمان بيحبوا يتمنظروا على بعض عارفة اللي هو مثلا ازاي انا جيب لابني تسع برياته وصاحبه جايب عشر فهما بيستغلوا للأسف الحتة دي برضو في الامهات نفسي قوي قوي ننصح الامهات يعني يعقلوا شوية ويفكروا بالمنطق ويتكلموا مع بعض ما يتكسفوش من بعض يعني احنا حتى لو في جروب امهات كلنا شايفين ان ده مبالغ فيه بس كل واحدة فينا مكسوفة لو واحدة بس قلت يا جماعة ده مش عادي تعالوا نعتارد تعالوا نجيب كل اللي مطلوب بس بكميات منطقية انا متأكدة ان كل الامهات هيوقفوا معيها والحاجات اللي الطفل هيحتاج ان هو يستخدمها لان فيه كمان كومنس كانت كتيرة جدا على الفيديو بتاعك ناس بيقولوا ان الحاجات دي المدرسة بيت اخدها ليها بالزبط كان فيه مدرسين كمان كتبوا كومنت ان هما من قلب الحدث بقى بيشوفوا ان اولا المدارس بتخلط كل الحاجات على بعض يعني لو انا جايب الابني اغلى نوع الوان لا هو عادي هو مش شرط يلون بيها اصلا هو ممكن يلون بالوان زحبه فهم بيخلطوا الحاجات وبيحطوها في مخزن واحد ومش فارق يعني برضو امهات كتير قوي بيقولولي ان هما مش بيجيبوا كل الاعداد المطلوبة وما بتفرقش اي حاجة مثلا جابت خمسة بدل عشرة جابت تلاتة بدل عشرة ولا فرق اي حاجة فهم بيطلبوا زيادة وخلاص عشان كده كنت بقول في الفيديو اهدار مال الاهالي وكمان انت كمان شايفة ان ممكن الموضوع يعني يتحسن او يقف بان الاهالي يقفوا مع بعض وقفة مع المدرسة ويقولونهم احنا عايزين الحاجة اللي بس الطفل بتاعنا هيستخدمها بالضبط نفسي اوي الاهالي يقفوا وقفة ما يتكسفوش من بعض ما يفتكروش ان ده بخلع لأولادهم بالعكس التفكير المنطقي وان احنا نعلم اولادنا برضو المنطق وما يبقاش الحاجة عندهم كتير وخلاص فدا يشجعهم يضيعوها بلس نفسي جدا اي اشراف من وزارة التربية والتعليم على ده نفسي جدا بس يبقى حد بيراجع ان الحاجات دي فعلا مطلوبة والاعداد دي تمام فاللستة دي تمام متوافق عليها ووزعوها على الاهالي لكن كل مدرسة شغالة بدمخها طلبة طلبات مبالغ فيها بألفات يعني فيه واحدة قالتلي انا نزلت الفجالة وجبت ارخص حاجة ودفعت 6000 جنيه رقم طبعا كبير جدا رقم كبير ومش نقصين خالص يعني مش نقصين خالص مصريف بالمنظر ده وعلى حاجات مالهاش لازمة وكلها تترمي في مخزم في الاخر صناعة المحتوى نوها لويز بشكرة جدا على المداخل وبكده نكون خلصنا فقرة سكوب تعالوا نروح نشوف مع بعض دلوقتي فقرة السوشال لاب ونرجع نكامل باقي فقراتنا استنونا وده معادنا مع فقرة السوشال لاب اللي من خلالها بنشوف المشاهير بيعملوا ايه على السوشال ميديا تعالوا نبدأ من الانستجرام بيتابع عمينا خليل 4 مليون و800 ألف متابع هي عاملة فالو لأكتر من 3414 متابع منهم نجوم من الوسط الفني زي روبي كريم عبدالعزيز أكرم حسني وبلوجرز من مصر والوطن العربي ونشرت لحد دلوقتي حوالي 501 صورة وفيديو تعالوا نشوف الصور عبارة عن ايه أمينا خليل من نجمات اللي لهم حضور كبير جداً في المناسبات الفنية فلقينا انها نشرت أكتر من 200 صورة لها وهي في المهرجانات الفنية ودايماً بتتميز باختياراتها لللوكس بتاعتها أمينا خليل بتحب جداً من فترة لفترة تعمل فوتو ساشنز ونشرت أكتر من 50 صورة لها وبتحب جداً تظهر بالناتشرال لوك في معظم صورها وطبع معظم الأكاؤنسو اللي عملها وكواليس المسلسلاتها نروح من الإنستجرام للفيسبوك بيتابع أمينا خليل 2 مليون و600 ألف وبتحب جداً أنها تنشر أهم مشاهد من أعمالها وبكده نكون وصلنا لنهاية فقرة السوشال لعب محدش يقدر ينكر أن البودكاست فرض نفسه بكوة على السوشال ميديا وده اللي خلا نس كتير تهتم بمتابعة وسماع البودكاست بكل أنواعه سواء كان فني أو رياضي أو حتى اجتماعي ونقدر نقول أن البودكاست بقى جزء مهم في يومنا وعشان كده منورنا على هايدي طارق مؤسس البودكاست بالنقعدة عشان نعرف منها كل التفاصيل الخاصة بالبودكاست زيك يا هايدي؟ أهلا بيكي نورتيني النهاردة يعني أنا مبسوطة أكتر وأنا كمان وإحنا غشينا من بعض كتير قوي قبل الحلقة وعطي معيتي حالة حلوة دي حالة قياريتها كانت متسجلة بجد مبسوطة أني إنتي معي النهار أنا أكتر والله طيب أول حاجة أسألة طبعا احكي لنا عن بنا قاعدة البودكاست ده جات فكريته منين؟ بنا قاعدة أولا نبين من الاسم يعني أنه هو اسم دافي جدا وأصلا حتى اللوجو بتاعنا كنبة كنبة بيت عادية جدا عارفة أنت في آخر اليوم لما الأب والأم والأولاد يتجمعوا كده على الكنبة حتى لو هنتخانق في الآخر مش مهمة بس هنناقش برضو مواضيع شغلانة شغلة الأولاد شغلة الأم شغلة الأب بس لازم هنتكلم دي بقى كانت فكرتي أن أنا عايزة البودكاست يبقى مريح جدا من ديكور لضيوف المهم عندي أناقش الموضوع بطريقة المريحة اللي الشخص يقدر يستفاد يطلع من الحلقة لا والله أنا جات لي إجابة السؤال اللي في دماغي في الموضوع الفلاني طب تفتكلي البودكاست بتاعك بيخاطب سن معين؟ شوفي مش بيخاطب سن معين هو بيخاطب الأسرة لأن أنا فتحة قوي هو open جايبة مشاكل للشباب جايبة مشاكل للكبار والمرأة والرجل والعلاقة ما بينهم والشباب الجيل الكونترست الباين قوي للدنيا كلها ما بين جيلنا وما بين الجيل اللي فات يعني دايما جيل أبهاتنا وأمهاتنا أنتوا جيل ما يعلم بيه لربنا لأ تعالى بقى قولي ليه ما يعلم بيه أنت عملت إيه أنا مش عارف أعمله لأ تعالى بقى مشاكلنا هي على الترابيزة أنا إيشني فبالنسبة كبيرة لأ فيه من شباب الكبار بيتفرجوا علينا الحمد لله طيب تفتكلي الضيوف بتاعك بتنقيهم إزاي؟ شوفي أنا بنائي الضيف اللي هيفدني في الموضوع الفلاني ما بجريش ورا حاجة تراند ما بجريش ورا ده هيجيب لي عدد مشاهدات أنا في اعتقادي أنا والتيم اللي بنشتغل على البودكاست أن الموضوع الحلو هو ده اللي بيلمس مع الناس هو ده اللي بيكسب الكونتنت هو الهيرو في الموضوع طبعا بس في البداية بصراحة أنا ما كانتش شغل يشغل أبدا أن أجيب حد معروف كانت وشوش طبيعية جدا مننا وشوش مصرية بس هتفدني في الموضوع الفلاني بس طبعا لما بلاقي حد معروف أو حد هيقدر يديني أكتر في الموضوع ده أو متخصص ليه لا الناس بتسمع له أكتر طبعا طب أنت إيه اللي خليكي تعملي بودكاست؟ يعني ما فكرتش ليه مثلا أنت تعملي برنامج على السوشيال ميديا بسي البودكاست دلوقتي مش هقدر أقولك أنه هو موضة لا هو انتشر في مصر طبعا وانتشر في مصر في السنة دي بالزيت يعني كتير ولما أنا بدأت ما كانش فيه بنا كتير عاملة بودكاست دلوقتي الموضوع انتشر أكتر أنا دلوقتي بقليه ستة شهور تمام فاختارت ليه بودكاست علشان هو ده اللي جاي علشان الناس حباه هو ده مستقبئ نعم الناس حباه حباه علشان إحنا على طبيعتنا جدا وعالكانبا وعالكانبا وبيننا قعدة ويلا بقى نرسس الحاجات اللي عندنا وحباه علشان الشباب تسمع أكتر علشان محدش بعايز يسمع اللي هو إيه اعمل كذا ومتعملش كذا أنا مش بنظر على حد أنا بفتح الموضوع زي زيكو أنا قعدة عايز أعرف أنا كمان طب إيه الحل خصوصاً ان الشباب عمتلاً لما بيحسوا ان اللي قدامهم بينظر بيحس انهم مش عايز يسمع بينفر بالزبط بينفر نفور شديد يعني رايز شوف حاجة حصلت شبهها لحد تاني فيستفيد سمعني قصة بزبط ممكن نجيب حد عنده قصة ممكن نجيب حد هيفيدني في أي حاجة بس كمان ممكن نضحك ممكن نهزر ممكن مفيش قيود فبالتالي المشاهد اللي بتفرج علي يحسس إيه دي ناس عادية هي زي إيه ايه صح مش بعيدة عنه فبيسمعني أكتر بس إزاي كأن قاعدة صحاب قاعدة شلة مع بعض فده اللي بيفرق طيب أنت بتقولي أنت بتختاري الضيف على حسب الموضوع اللي أنت هتتكلمي فيه الأول صحيح بتختاري بقى الموضوع على أساس إيه وهل أنت اللي بتكتبي الموضوع لوحدك ولا معايا تيم طبعا تيم وريد طبعا يعني بوجه له التحية لأن بصراحة ما فيه حد بيشتغل لوحده طبعا ما فيه حد هينجح أو البروجيكت بتاعه هينجح لوحده مظبوط لازم التيم بتاعك يبقى حابب أصلا البروجيكت بتاعك عشان ينجحوا إنما ما ينفعش إن أنا أختار ناس وخلاص أو ناس مش حبة مش فهمة هاي دي حبة إيه أو حبة توصل إيه فالحمد لله بنسبة كبيرة جدا كلهم عندهم نفس المشن بتاعتي طبعا فيه ناس بتساعدني بنقعد متناقش مع بعض لكن أنا فيه حاجات كتير شغلاني فيه حاجات كتير شغلاني عايز أحط الإسباط عليها فبقول لهم والله يا جماعة أنا الموضوع الفلاني شغلني إيه رأيكم؟ وأعد أسمع أنا لازم أسمع أنا لو ما سمعتش وقلت رأيي بس أبقى فشلت لأن الدنيا كلها مش هايزي واللي هيسمعني مش هايزي ولا عاداته ولا تقاليده ولا فكره أنا لازم أسمع من هايزي ومن ريهامه ومن غرها ومن هنا ومن راجل ومن ست ومن شابه ومن كبير لا بسمعش من الهام خالد صدقين لا طبعا التواضع ده ايه التواضع ده بس طب هايزي إيه أكتر موضوع كلمتي فيه وحسيتي إنه هو عمل مشاهدة كبيرة جدا على البودكاست في علاقة الحمى بمرات ابنها ده دم دين الموضوع اللي دايما كده طبعا سبايسي ما بتنتهيش يعني خلاف بصي ما بينتهيش يعني بس الحمد لله كان المثال كويس جدا هم علاقتهم بصراحة لطيفة جدا وما فيهاش تمثيل ولا ادعاء أي حاجة بين كنا بنبين العلاقة الصحية بقى يا جماعة النفوق هي دي الحمى السليمة اللي تتعامل وما تتدخلش ودول برضو مرات الابن اللي تحترم حمدها مثال إيجابي يعني بالزبط أنا ما بحبش بصراحة أجيب السلبي واعد أعاية جنبه لأ طب ما فيه إيجابي كتير ولو جبت السلبي هبقى عايزة أطلع برضو بإيجابي للناس بس برضو طب احكينا شوية عن البودكاست ده أي حلقة الحلقة بتاعت الحمى الطيبة الجميلة الإيجابية اكتشفنا إنه لأ يا جماعة ادوا الولاد مساحتها الحمى تدي لابنها ومرات ابنها مساحتهم انت استضافتي الحمى والزوجة الزوجتين مش فاهمة مراتات أولادها الاثنين اتنين عندها ولدين متجاوزين فأنتي جبت مراتاتهم وجبت الحمى اه اوكي جبت التلاتة خلاص بقى عارفة علشان ما اتكلمش على لسان حد اوكي رأيك ايه طب رأيك ايه في الحمى اللي بتتدخل طب رأيك ايه في المرات الامن اللي ما بتحترمش حمتها طب ايه أصلا نوعية الحدود اللي نحطها طب جوزك لو فيه مشاكل هو اللي هيبقى محتاس في النص نعمل ايه ونعمل ايه تفرجوا بقى عليها طبعا طبعا وكمان ايه اكتشفت ان اي حاجة طبعا ليه علاقة بالرجل والست لا بتنتهيش طبعا اكيد كان فيه بردو حلقة مع دكتور نرمين البحيري عن دور الادوار اللي بدلت مين المسؤول بقى في تبادل الادوار ده مين مين يا ترى طبعا 5050 الست عليها دور والرجل عليه دور هنا احنا غلطانين في حاجات والرجل هنا غلطان في حاجات الست لازم تبطل ان هي تبقى فيه اسلوب لدية وان انا زي زيك لا الست طبعا نجحة وبتشتغل وبترى بتعمل كل حاجة لكن بردو اديله مساحته و اديله ان هو يحس ان هو الراجل للبيت و بيقرر معاكي مش انتي مش معتبراه والتفاصيل دي وبردو الراجل مش معنى ان الست نزلت واشتغلت ونجحت وقتشيلها بقى كل المسؤولية صح مسؤولية الاولاد ومسؤولية الفشل والنجاح وكل حاجة لا تشاركوا مع بعض ولكن ايه بقى اللي كان شغليني في الموضوع ده قبل ما اجيبها ان انا حس يا جماعة فين طاقت القنوصة وفين طاقت الزكورة الدنيا بهدلت ايو صح احنا بقى مع الحياة لا احنا مش عارفين نعمل ايه متلغبطين يعني فكان لازم زبط زوايا فبصراحة دي حالة مهمة جدا 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 حتى ليه احنا كشباب احنا مش عارفين نتكلم مع بعض يا ريهام صح احنا مش عارفين نتكلم مع بعض كشباب لا انا عارفة اتكلم مع الشاب بطريقة حلوة تدي له وضعه ولا هو عارف الديني وضع وضعي وضع دي حعارف حاجات كتيرة قوي ففركزي اثر فيا في استسهال الطلاق واولاد الطلاق دي كانت حلقة كده انا عارفت حاجات كتيرة قوي اه 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 لا طبعا انا لا ولا متجوزة ولا عندي تجربة ولا اي حاجة ولكن بشوف بشوف مقاسي يعني بشوف انه يا جماعة حرام يعني انت بتبقى حب دول كانوا حلقتين حلقتين منفصلين مع ديوف مختلفة تماما لكن استسهال الطلاق مسلا كانت مع القروبة ولا عبد الرحمن ولا عبد الرحمن دي سكر هي كأنها زي الام بالضبطك الام الخالة حدا قريبك يعني شكرا جبتنش تبقى قريبة من الناس طبعا اسمعوا يا بنات بقى ترى انتوا كنتوا بتعملوا اي زمان ها ما كنتش بتطلقوا بسبب وإحنا ليه كلنا اغلب يجيل متطلق عيثك ايه قوليلي اسياح قالت كتير قالت كتير قالت كتير وقالت ان احنا لازم نعدي حاجات كتير طبعا ما ينفعش نقف على الوحدة انا مش اخد الباكتج 100% ولا هو هيخدني 100% لازم هو يعترف ان انا هيبقى فيه نقص وهو كمان هيبقى فيه نقص احنا بشر التعديل دي على فكرة مهمة جدا في كل العلاقات مش شرط اتنين متجاوزين حتى صحاب بين الصحاب بين الاهالي بين الاهالي تقبلوا بعض بين الولاد وامهاتهم او الابهات وولادهم يعني ان انتي تعدي دي حاجة مهمة جدا ما ينفعش اللي هو تبضل يوقف على الوحدة تخنوقي نفسك وتخنوقي لقدامك هتبقي محبطة طول الوقت هتبقي محبطة هتبقي مثل ان هي حاجة من لقدامك هو مش هيقدر يديها لك بس فالحلقة بقى المكملة لها اولاد الطلاق ان احنا للأسف برضو اغلب الجيل بعد ما خلاص قرر الانفصال فبيبقى فيه كده حاجات لطيفة كده مسؤولة مننا قطعة واقعة مننا يعني هي الاطفال مفيش مش زنبها حاجة فعايزين بقى كنا نعرف طب اتعامل معهم ازاي خلاص اللي حصل حصل احنا مش بنبكي على الاطلال يعني ولا اي حاجة بس قوليلي جبت ست فاضلة يعني سكر برضو وهي مارب بالتجربة وعندها بنتين وكانت طريقتها وكتابتها للبوست وكلام ده كله ممتعة جدا وقفت عندها لأ تعالي انتي عملت كده ازاي عارفة فكرة بتنقلك فكرة الستة المطلقة اللي عارفة بقى خلاص تفصل هي بتتعامل مع طالقها ان ده ابو ولادي انا عملت اللي عملت خلاص ده ده كان اختياري دي مسئوليتي ومسئوليتي على ولادي ان انا اقدم لهم اب باحسن صورة ما ينفعش اشوه صورتي طبعا ما ينفعش اقعد اقول ده ما ينفعش احرمه منهم خصوصا نساعد كتير جدا واسمعنا كلام ده من دكاترة نفسين كتير جدا ان احيانا احيانا لو الاتنين فعلا مش عارفين يعيشوا مع بعض خالص بيكون صحي اكتر للطفل ان هو ما يشوفش اهله 24 ساعة بيتخنقوه 24 ساعة فيه صوت عالي في البيت 24 ساعة فيه ندية في الكلام ده مش حاجة برضو حلوة جدا عشان كده الطلاق متاح فاحنا بنكلب بقى فيه ما بعد نتعامل ازاي مع الطفل ده عايزة ساوي عايزة مبسوت عايزة سعيد لان احنا بنشوف فعلا حالات طلقة كتيرة جدا وميكون الطفل فعلا طلع ساوي اكتر من اتنين عاشوا مع بعض وكان فيه بينهم مشاكل كبيرة جدا جوا البيت طب تفرق في ايه بقى يا ريهام اكيد الطريقة اللي ربه بيها الاب والام طبعا انا هتفق معاك على ايه طب احنا عملنا كده وده الطفل ده هان ربي ازاي لازم اعيشه مع اجوائه مثلا مع والده في العيد احسسه ان هو لازم هنخرج مع بعض هنتصور قلت لي دي تقوي بعد الجملة دي انا دايما كنت بقول لبنتي انتي لكي انتي محظوظة انتي عندك حياتين حياة مع بابا وحياة مع ماما قلت لي بس انا عايزة حياة واحدة يعني شوفي الاطفال الاطفال جواه مشاعر يا جماعة طبعا واسكاء وبيفهموا واي احنا بنتعتقد ان هم لأ يعني مطرح ما هنحطهم هيتحطهم لأ طبعا مش في كل عمار يعني طبعا طبعا طيب احنا هنغش منك شوية من الحلقات بتاعتك تفتكري ايه هو السبب الخلاف بين الرجل والست دي هملي في بوينز مش لازم حاجة واحدة مثلا ممكن تقوليه واحد اتنين تلاية اربعة في وجه تنظري انا هايدي هايدي شايفة انه فيه خلل كبير جدا في الادور عشان كده انا نقشت ده في حلقة شايفة انه الرجل مش عارف يحترم الانسة اللي قدامه يديها وضعها شايفة انه للأسف اغلب الامهات ما ربتش اولادها ازاي عاملوا الست الست ده لان احنا بنشوف برضو امهات كتير ويمكن هو ده بتهيألي من نوجة نظري انا بيأثر جدا في حياة الشاب لما بيبتدي يكبر ان هو بيشوف ان الام بتعمله كل حاجة ماما بتطبخه ماما بتشتغله ماما بتوصله ماما بتزكله فهو بيبتدي يحس ان الست دي هي المسؤولة انها تعمل كل حاجة صحيح واحنا غزبا عندنا كامهات عايزين نعملوا كل حاجة الام برضو معزورة الام برضو معزورة اه اوعى تكون فاكرة ان انا سهلة فما عرفش ايه اوعى ايه اوعى ايه اوعى ايه لا انا قادرة لا انا عاملة لا انا منخفها طب انا المخرج بنتهي دلوقتي على فكرة في الير بيس قال لي طب هو كده انتم متحملين جدا انا عرجال لا اما انا بقول اهو 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 البنت مش عارفة يا حبيبتي ايه اه اه تقول له انا عايزة منك واحد واثنين وثلاثة واربعة ام عايزك متجرحنيش عايزك بالطريقة اه عايزك كذا 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 فبتدافع لا انا انا هجومية جدا ام انتي قصدك الطلبات اللي هي لها علاقة بالمشاعر ولا الطلبات اللي هو انا عايزة واحد واثنين وثلاثة واربعة للجواز والفرح كل حاجة هم بياخدوا راس قائمة كده ويطيروا ام انتي مش نافعيني حسنا بشوف ان في حاجات ما بتتقلش يعني المشاعر دي مش المفروض حد يطلبها اه فبحس ان لقوه البنت حست ان خطبها اوجوزها ما بيدلهاش المشاعر دي مش المفروض انها تطلبها يا بتحصل يا ما بتحصلش خطبها اوجوزها معنا كان احنا عدينا مرحلة الايه التعارف وحبينا بعض والكلام ده كله انما في البداية انتي لما بيلاقيكي كده بينفر والعكس انت كمان بتبقى خايف لا هي تبقى قوي عليك فبرضو كل الطرفين بينفروا خشوا في الخطوبة مرحلة اصعب طبعا كل واحد عايز يثبت لتاني حاجة الجواز اصعب واصعب بس انا شايفة حاجة شايفة بصراحة ان الجواز بريء من كل ده طبعا الجواز بريء يا جماعة الجواز مرموش اي علاقة باللي احنا عاملينه ده ولا اي خلافات فكرة كلها ان احنا كشباب مش عارفين اصلا يعني ايه جواز احنا مش عارفين يعني ايه انا هبقى مسؤولة عن راجل وهفتح بيت انا مسؤولة عنه عايزة يا منظم وهادي موريح وهو كمان طبعا مسؤول عنها وهو كمان مش عارف يعني ايه مسؤولية ستة وعائلات يا جماعة احنا منتجوز عائلتين كتير قوي بيقولوها بس محاج بيفهمها لازم افهم الاطراف العائلة دي عايزة ايه مني انا كزوجة وهو كمان يفهم انا عائلتي محتاجة منه ايه عنصر الاحترام عنصر الاحترام ده انا بشوفه مجرد ما وقع لأسف بيقع حاجات كتير جدا وراء جدا مهما عفرنا طب تفتكلي احنا ليه مش فاهمين يعني ليه الرجل والست انت بتقولين موضوع بسيط جدا والجواز بعيد بعد تام عن كل وجه الدماغ ده والموضوع بسيط ليه محدش عارف يتتعامل وليه نسب الطلاق زادت برضو في رأيي المتواضع جدا ان محدش علمنا او اهو احنا شباب اهو عايزين بقى مفروض بقى قبل ما نيجي نتجاوز اسقف نفسي اشتغل على نفسي اشوف اعيوبي اللي طول عمر اهلي مثلا بيقولوا هالي اشتغلي عليها وصحابي ماينفعش ان انا ابقى شايف نفسي ان انا بيرفكت وان انا مفيش حاجة هتتصلح هو اللي يصلح من نفسه هو اللي يعمل والعكس انت كمان اسمع الناس قلتلك ايه قبل كده في شخصيتك مش عاجبهم ايه فيك مريح و ايه فيك مش مريح افهم من امي مثلا او من يا جماعة ده اللايف كوتش زياني ما خلوش صح اسمع ده هم حتى كمان بيقدموا محتوى هم مجانا عشان الناس اللي بتتريع وتقول انا عشان اروح استشارة اللايف كوتش هدفع مليون الف جنيه هدفع فلوس يعني مبلغ وقدره لا هم بقوا يعيني عمليني وعوا ويوعوا الناس فاسمعوا بقى افهم استشير يا جماعة طب قبل ما اتجاوز فهموني انا دخل على ايه ايه نوع المسئولية طب هو هيحتاج من ايه انا مفروضة اعمل ايه اه في الخلاف في الخلاف مهمة قوي طبعا لازم ثقافة الخلاف اصلا مش عندنا او مش عشان معممش يعني بس في ناس عندهم مليس في ناس لا في ناس كتير جدا في الخلاف بتتحول بتتحول صح وبالتالي الناس اللي بتتحول دي بينتج عنهم مثلا الاطفال فطلق فبقى شوفي المعركة اللي بتحصل كرسة طبعا فليه كل ده طب ما انا افهم من الاول انا دخل على ايه زي ما انت رايح امتحان هينفع تقولي الله امتحان يالله انا كده كده بشطارتي وبمجهودي او لو انت بتعرفت الكلمة او مفوهة شوائتين هكتب لي كلمتين وهنجح غير اللي واخدرت خصوصي او من غير مركز في الفصل بيسمع بيشوف المعلومات وبيشوف النوتس وبيكتب وبيسأل وبيروح وبييجي ده عمره ما يستواب ده صح عشان كده انا مثلا انا مقررة ان انا ما عنديش مشكلة خالص مع الجاوز وعلى فكرة بغض النظر عن التجارب السيئة اللي احنا بنشوفها ليل ونهار انا شايفة كل واحد وتجربته شايفة ان اي بنت ما تتعقدش ما تتعقديش لسه في امل طبعا طبعا انا من سنهم وانا عارفة هو بقولك ان غصبة عني انا قصلا لما هشوف على السوشيال ميديا ايه المشكلة بتفاصيلها السيطة كبالي جوزها عمل فيها ايه وحماتها عملت فيها ايه واولادها تشرده واحنا يا جماعة محملين بحاجات كتير مشاكل مش بتاعتنا اصلا ده غير ان احنا كنا بنشوف الجروبس بتاعت السيطات والبنات اللي على الفيسبوك دي تخنق تخنق يعني انا مش بأزر انا بيطلع لي حاجات على الفيسبوك بتحسسني ان ده نهاية العالم ان خلاص بقى كده مفيش حاجة حلو ومفيش امل بين الرجل وستك ومفيش رجل حل ومفيش علاقها تنفع وعلى فكرة لو جاوزتي هتطلقي ده لو جاوزتي اصلا هو الموضوع قئيب جدا 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 ومش معترض ان يبقى فيه مشاكل بتتحط على السوشيال ميديا على الجروبات دي ان الناس ناقشها ويضوم حل سليم مع الناس اللي تستاهل انها تقول رأيها في المشكلة بس زي ما بتحط الواحش حطوا الحلو كبير وهي دي الفكرة انه محدش بيقول او مثلا غصبا عنه برضو مش هيحط الناس الحلوة سكتة خلقص هم مش شايفين عندهم مشاكل فقعدين في بيوتهم بس حبابي فيه فيه كتير انما انا بقى كالنا هشوف كل ده ليل ونهار 24 ساعة مش هبقى معبقة صح مش هبقى متحفزة اه اي رجل عليس بنينا نتخنق معاها على طول تعالى بقى اه نتخننا تخنق اصلا بالزبط كده ايه دي المشكلة في وجهة نظر المتواضعة بصراحة وانا مش هقرر ان انا ادخل في علاقة مع حد علاقة جواز غير وانا عارفة ان هو كمان شغال على نفسه زي ما انا اشتغلت على نفسي طبعا وده اسلم حاجة بالزبط لان اي علاقة بين اتنين هي فافتي فافتي مش حاجة اسمها الرجالة اوحش ناس ولا ستة اوحش ناس طبعا طيب اي حد بيتفرج علينا دلوقتي وعايز يبتدي يعمل بودكاست تمام تنصحيب ايه انصح وخلي عندك هدف معين حاجة معين عايز توصلها ماينفعش ان انت يبقى عايز تقدم حاجة وخلاص او كل حاجة وخلاص او كل حاجة وخلاص صح عمرك ما هتجمع كل المعلومات عن كل حاجة يعني انا مثلا مليش في الرياضة ماينفعش اعمل بودكاست الرياضي او مثلا حد معايا تاني يسندني يعمل حاجة رياضية جنبي لا انا في وجهة نظري لازم حد فاهم كويس قوي في اللي هو بيعمله وفي التوبيكس اللي عايز يناقشها وهيطلع بايه من البودكاست ده ما اي حد دلوقتي هيفتح غير بودكاست ولا حاجة هتفتح فيديو هتصور هتقول حاجة معلومة الناس هتتبعك لو انت بتقول حاجة كويس حاجة مفيدة الناس اه بتتبع ساعات الحاجات اللي هي الفاني او اللي منهاش فايدة انا ما عنديش مشكلة على فكرة الكاميدي برضو محتوى مهمة على فكرة طبعا وبيخلي الواحد موده حالو بس فيه تفهاد بقى وفيه حاجات اللي هي اصلا ملاش اي ثلاثة لازمة طبعا موجودة على السوشيال ميديو وكلمنا دف حلقات كتيرة جدا حدش يقدر انكارك اه بس على قد القامل دي لسه محتوى محتوى مهم كمان انت تختار بقى الناس عايز تشوفك ليه بزرط وهو التافه بيتشاف او المحتوى اللي تافه زي ما بنقول بيتشاف بس بيتشاف ليه هيتشافه خلاص هيتنسي انما المحتوى اللي انت فيه حاجة منجوك عايز توصلها هتتشافه هتفضل معلم عند الناس انا اتشافت عشان كذا بس ده ضروري جدا ضروري ويشتغل طبعا مع تيم مع تيم حبه بنسبة وهم حبين او شايفين نفس الفجن الحتة اللي انت رايحة هم شايفينها ماينفعش ابدا تشتغل مع الناس مش فهمة انت عايز ايه مش محددين اولوياتكو مش فاهمين طب ها مش واسقين فيك انت مش واسق في نفسك كفاية لا لازم توصل رسالتك لكل الناس عشان تتصدق يعني الناس ازكامينها مافيش هايزي انت يعنيbanاتي انهاردة ان fireplace انا حسم ان انا جيت عقدت عالكنبة بست عالكرياسي بتاعتي لا لازم تنوريني بقى عالكنبة بجد بجد نورتني ومبسطت اوي قوي اوي معكي انا وبسوتة اوي وحسن ان الوقت عدا بسرعة جدا معاكي وانا كمان والله بجد يعني بسطت اوي معاكي يعني انت امر حبيبتي يا عدين واتشرفت اللي جيتلي وأنا كمان مبسوطة قوينتي كونسينير معي النهاردة برسي يا حبيبت شكرا وبكده تكون خرصة حلقة النهاردة نشوفكم إن شاء الله الأربعة الجاي في نفس المعين باي باي